بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأهلا ومرحبا بكم في هذا الجزء الثالث من المحاضرة الثانية بالشابتر الثالث موضوع هذا الفيديو سيكون مثال تطبيقي للcompatibility condition والthermal strain We have two bars made of copper and aluminium are fixed to the rigid abudments Originally there is a gap of 5 mm between the ends as shown in the figure هنا معانا الكبر بار النحاس وبار الالمونيوم ما بينهم gap بقيمة 5 mm يعني 0.005 متر مقاسات هذا البار 0.01 متر القطر بالنسبة للاثني ال coefficient of thermal expansion بالنسبة للالومنيوم والكبر معطى أيضا اليونكس موديلس معطى للاثني Determine the average normal stressing both bars if increase the temperature from 10 centigrade to 210 centigrade راح نعلي في temperature راح نعلي في نرفع في درجة الحرارة للاثنين من 10 centigrade الى 210 centigrade بداية نحتاج حساب الاريا للاثنين فيكون باي دي تربيه على اربع ونحتاج حساب دلتا تي فيكون 200 centigrade أساسا لما نرفع في درجة الحرارة للاثنين للاثنين للالومنيوم والكبر بالنسبة للنحاس راح تحصل expansion من جهة اليمين بالنسبة للالومنيوم راح تحصل إيش استطالة إلى جهة اليسار حتى يكتمل الفراغ من 5 mm فيحصل إيش الاثنين راح يضغطوا على بعض يعني الكبر ما راح يعمل استطالة والالومنيوم ما راح يعمل استطالة البداية للاثنين جراء الكونتاكت فورس ما بين الاثنين almighty'f استطالة النحاس الناتج عن الحرارة ارتفاع الحرارة هي DBT級 والتقلص الناتج على الفورس F هو DBF級 أيضا بالنسبة للالومنيوم الناتج الاستطالة ناتج عن الحرارة هي هم و التقلص الناتج عن الفورس هو ودلتا F الومنيوم التوتال displacement أو التوتال change in length بالنسبة للنحاس هو يساوي الدلتا T C U موجب بما أنها استطالة ماينوس دلتا F C U بما أنها تقلص نفس الكلام بالنسبة للألومنيوم التوتال change in length يساوي change in length due to temperature اللي هي بتكون استطالة موجبة ناقص التقلص الناتج عن الفورس F بما أنه التغير في الطول بالنسبة للألومنيوم وبالنسبة للنحاس بداية سيملأ الفراغ اللي هو من 5 مليمتر فإن المجموع التوتال change in length بالنسبة للنحاس وزائد التوتال change in length بالنسبة للألومنيوم راح يساوي إيش راح يساوي خمسة مليمتر يعني 0.005 مليمتر from these two equations we have يعني استنادا إلى هذه المعادلة والمعادلات التي قبلها سنقوم بالتعويض سنتحصل على التغير في الطول للناتج عن الحرارة ناقص التغير في الطول للناتج على الفورس زائد التغير في الطول للناتج عن الحرارة للألومنيوم ناقص التغير في الطول للناتج عن الفورس راح يساوي إيش خمسة مليمتر راح نعوض بقيمتها التغير في الطول للناتج عن الحرارة هذا بيكون إيش بيكون ألفا دلتا تي أل والتغير في الطول للناتج عن الفورس قانونه من خلال قانون هوك F L على E A ونطبق نفس الكلام على الألومنيوم يساوي 0.05 متر الأنون الوحيد هنا هو الفورس الباقي كله معطرح نسحب الف ونعوض كل المعطيات هنا بقيامها نتحصل في النهاية أنه F تساوي 206.2 نيوتن من المعروف أنه قانون الإجهاد هو force على area الarea تم حسابها الفورس أيضا تم حسابها فالسيجما تساوي 2.63 ميجا بسكال أيضا دلتا دلتا النحاس دلتا سيو ستساوي دلتا ناتجة عن الحرارة ودلتا ناتجة عن الفورس سنعوض كل القيام بحساباتها نتحصل أنه بالنسبة للنحاس هي 1.35 مليمتر أما بالنسبة للألمنيوم فبنفس الطريقة نتحصل أنه حصل استطال على الألمنيوم بقيمة 3.65 مليمتر